ده وزاي بصرف النظر على نتيجة إخلاص كام بس أنا بشوف إنه جماهير شمال أفريقيا حالة الحمس الرهيبة اللي بتوقع عليها دي بداية طول ما هي عندها أمل أول ما أنا شفت ده الأهلي عمل ده قبل كده أول ما الأهلي بيسجل الدنيا بتلاقي الدنيا خلاص يعني خلاص أنت كتفت المدرجات سكتت الجمهور صدرت التوتر للعيبة الفريق التاني بيبقى سيناريو لمطش بعد كده أسهل بكتير أسهل بكتير جدا ديبقى بتقل من عليك بتلعب كرة بجد يبقى عندك حرية أكتر فالمبادرة دي مهمة جدا طبعا مبادرة مهمة جدا وحنسيب ده الميستر كولر حيفاجئنا إزاي وفي تعامل مع بداية المباراة لأنها مهمة جدا طبعا المباراة الحماسية اللي حتكون من خارج الملعب قبل داخل الملعب لكن شايف إن التراجي وصل لمرحلة نطج كبيرة جدا الفترة الأخيرة كل اللعبين يعني حتى عملية الدمج ما بين اللعبين الكبار اللي عندهم خبرات ومجموعة اللعبين الشباب اللي صعادهم كاردوزو أعتقد إن دي تمت من فترة أمال كبيرة جدا جدا للتراجي التونسي إنه يقدر يعود مرة تانية للتتوجب البطولة لكن مواجهة النادي الأهلي صعبة حتى يعني أنا قريت في أكتر من موقع أو صحيفة تونسية في تخاوف كبير جدا جدا من مواجهة النادي الأهلي النادي الأهلي عمل رعب كبير جدا جدا في تونس الحياة أكتر بلد يعني بشوف ده بيحصل في بلدان كتير جدا جدا من ناس انتماءاتها مش أهلوية لكن محللين موضوعيين عندهم قدر من نزاهة بيحترموا مشرف المهنة اللي هما بيحترموا الجمهور اللي هما بيطلعوا يكلموا يعني يكلموا أكتر ناس بتعرف إمتى النادي الأهلي بحس كده ده انطباع شخص يعني عوجة نظر هما التوانسة أعتقد يمكن عشان دي كان يعني أكبر مواجهات لنادي الأهلي كانت في تونس أعتقد أو مع الفرقة التونسية في المغرب بيحصل ده في الجزائر بيحصل ده بشوف ناس مش أهلوية يعني انتماءاتهم مش أهلوية بيشجعون رادي تانية لكن حينما يأتي الحديث أو الذكر عن اسم النادي الأهلي لكم فيه احترام شديد جداً لا مبالغة في الاحترام وكلام الحقيقة بوصف يعني للأسف شديد ما بسمعوش من جوا مصر عشان كمان ما تنساش أنه أعتقد نادي الأهلي المواجهات النادي الأهلي أمام الفرقة التونسية هي أكبر مواجهات يعني ما بنواجهش فرق في شمال أفريقيا أكتر من الفرق التونسية أعتقد كده يعني مش متذكر لكن أعتقد أن مواجهاتنا في شمال أفريقيا من سيانوات طويلة جداً جداً مع الفرق التونسية وده حقق كمان يعني رغم أن فيه تنافس شديد جداً أنك حقق أرضية كبيرة جداً لنادي الأهلي في تونس أنا بشوف حاجات على السوشيال ميديا يعني بتابع كده الإعلام الرياضي مش بس في مصر في الصراع بشوف نس توانسة يعني بشوف حد مثلاً كان من جمهور التراجي وبيطلع في إذاعات تونسية يكلم أنه بأهلاوي وبيشيد النادي الأهلي أنا بقيت أهلاوي يعني انتمائل النادي الأهلي النادي الأهلي يعني تاريخ كبير جداً جداً وعريضه وتحقيقك دايماً الإنجازات وجودك في الصدارة بيدي انطباع لكل الناس أو أنت شايف دايماً صورة البطل المتوج دائماً في كل المواسم يعني مش بس بطول الدولة طور أفريقيا أنت دايماً متواجد في البطولات الخريية كبيرة أحمد يعني انت السوبر إفريخي متواجد السوبر ليج متواجد كاسل عالم متواجد وبتحقق نتائج ودائماً موجود في منصات التتويق دا بيدي لك شهرة كبيرة جداً جداً للنادي الأهلي في كل مكان مش بس في شمال أفريقيا وبالتالي النادي الأهلي طبعاً تاريخ كبير جداً جداً والترجي بالمناسبة واحد من الفرق اللي هتشارك الترجي الوداد عتقد سانداونز هيشاركوا في النسخة القادمة من كاسل العالم العنداد دي بقى يعني لياواتها إن شاء الله إن شاء الله 25 طب خلينا أكلمك على السيناريو بقى يعني وخلينا حاول أقرأ معك إزاي بيفكر من جاي الكردوز وجايله النادي القرد يعرف تماماً حجم النادي الأهلي صحيح عرف أنه الأهلي وصل خمسة نهائي على التوالي كسبان ثلاثة ويطمح في الفوز الأربعة فرصه كلها أنا من يعني لو أنا عاد جنبه هقوله أنه أنت فرصك كلها في لقاء الزهب رهانك كله الكل في الكل في مباراة الزهب صحيح هل يتخلى عن فكره أو طريقته اللي بتميل أكتر لنواحد تأمين النواحد دفاعية صلب جداً دفاعية بالمناسبة ويراهن على فكرة أنه يغطف الأهلي حتى في رادس ولا تتوقع أنه يحاول يحقق مكسب بأي شكله ويلعب جيم مفتوح أو جيم هجومي وبالتالي يحاول يسمح له بأنه مع التسعين ديابة يقدر يتجاوزهم ويوصل للقب شوف أنا اتفرجت على ترجل تونيسي في أكتر من مباراة وخليني أرجع معك لمباراته أمام سانداونز لأنه الأقرب الأقرب المباراة الأقرب ومباراة أمام فريق كبير يعني سانداونز من الفرق الكبيرة في أفريقيا الفترة الأخيرة وبالتالي نفس الفكر صحيح النادي الآيلي مرعب بشكل كبير وأكبر وأفضل لكن سانداونز من الفرق الكبيرة في أفريقيا في فترة الأخيرة إزاي تواجه ده يعني بما أنك هتلجع للسيناريو سانداونز خليني أقول لما شفش المباراة أنه على مدار 180 دقيقة سواء في فرادس أو في بريتوريا سانداونز أضاع كام من الفرص 25 فرص يعني كانت كفيلة بين نهاية اللقاءين لصالحه بذكر كبير جدا لكن ده برضو ما ينفيش أنه أمان الله ما ميش حارس المرمى بتقلق بتقلق بشكل كبير جدا وفرق معهم جدا وإنه عندهم برضو إلى حد ما يعني صلابة دفعية في التعامل مع الهجمات خصوصا مع الفرق اللي بتلعب كرة على الأرض وكرة سريعة بتعتمد على النقلات السريعة وقدروا ينجحوا في أنهم يفوض صحيح هارجع معاك ليه الإمبروات سانداونز لأني عايز أقولك أنه كاردوز معندوش النزعة الهجومية الكبيرة جدا يعني أنت قلت يا أحمد دلوقتي أنه بيعتمد أكتر على مباراته في رادس لا أنا شايف أنه العكس أنه دائما بيعتمد على المبارات الثانية بمعنى أنه ممكن يحقق حتى لو تعادل هو راضي تماما حتى لو عنده في راضس تعادل في تونس مردي بالنسبة يعني يعني دي مش أزمته الأهم أنه ما يستقبلش هو أهم نقطة عنده في كل مباراته علشان كده أنت تفضلت وقلت أن أهم شيء أو أهم حاجة هو بيلجأ لها في النواحة الخطاطية والتكتكية أنه التأمين الدفاعي تأمين الدفاعي 11 لعب تحت الكرة في تكتلات دفاعية في كل مكان في الملعب أنا شايف أن تمركزهم حتى على مستوى تمركز اللعبين والرقابة في الفترة الأخيرة لمحمد بن علو ياسيم مرياح ووهابي في خط الظهر اتحسن كتير جدا الفترات الأخيرة رغم أنك قلت 9 3 أهداف هم بس لاستقبلوهم في مشوار البطير يعني رغم عدد الهجمات كتير جدا جدا يعني أقولك أضاع تقريبا 15 فرصة بجد يعني ضغط كبير جدا جدا وقدروا أنهم يخرجوا بكلين شيت في اللقائين وكمان يحققوا فوز يعني يحرزوا هدم وبالتالي هم عندهم حنكة كبيرة جدا جدا في الناحية الدفاعية عندهم يعني خبرات كبيرة جدا الفترات الأخيرة في التعامل مع المباريات الكبيرة أمين طب ده تشكيلهم في مقش أمان اللاماميش في النجم السحيلي مباراة أخيرة اللي أعبوها في الدولي كسبوها 3-2 أمان اللاماميش وخط الدفاع كان محمد بن علي وياسين مريح وهابي ومحمد أمين بن حميدة أعتقد خط الوسط كان روجر روجر أهولو وحسن تقى وغيلان الشعلاني غشا ويان ساسي وخط الهجوم كان رودريجيز رودريج ورودريجيز وبيعولوا عليه كتير جداً خلي بالك رودريجيز لأنه مهاجم قوي وفايتر وبيحارب ويقاتل على كل كورا برازيلي برازيلي الشعلاني طبعاً من الأسماء الخبرات الكبيرة الكبيرة عندهم يعني بيعتمد بشكل كبير على الحنكة داخل الملعب إزاي يقدر يتعامل مع خبرات النادي الأهلي إزاي يقدر يتعامل مع الخطوط اللي بيقدر النادي الأهلي يتعامل من خلالها سواء من ناحة اليمين أو من ناحة الشمال الاختراقات من العمق إزاي يقدر أقفل المساحات دي بقاش عنده مساحات لأ عندهم خبرات كتير جداً عشان كده إزاي مستر كولر هيقدر يفاجأ فريق التراجي هي دي اللي هتفرق كتير جداً في إنك تقدر تباغتهم بهدف أو تقدر تخرج بمبورة بنتيجة إيجابية أعتقد أن هترجع لمذاكرت بشكل كبير ودراسة التراجي وإنت لما تبص المشوار لأهلي السندي مع كولر في أفريقيا هتلاقي إن فيه برضو تنوع واحد خلي بالك خلي نتفق إنه السيزن ده تحديداً مختلف عن كل المواسم من الانتصال أنت وصلت أربعة نهاية قبل كده بس في كل نسخة منهم كانت البدايات دايماً فيها مشاكل كان بدايات متعسرة كان فيها دروبات بتطلع بعد كده أدوال إقصائية بيبقى خلاص يعني يقتل يمقتوت زينا دوله فبتظهر شكسات الأهلي السندي غير السندي الأهلي محقق أطول سلسلة لها هزيمة يعني سلسلة مطشاط لم يتعرض فيها لخسارة ولا مباراة رقم قياس عشرين مباراة ده رقم ما حققوش جوزي نفسه من بداية البطولة قابلت في دور الأدوال الإقصائية فرق كبيرة قادرت تتحقق